سلام أخوتي كديري لبثلكم بخير تكونوا نشاء الله كلكم بخير على خير كيف ما وعدناكم دائما نشاء الله كنجيبوه لعدة أفئلة فيديويات قصار باش كل واحد هنا يدي واحد الفائدة لعندو بحالة المشكلة هذا المشكلة دي اليومة سلام أخي كيف ما غتشوفو هنا سلام أخي عندي واحد المشكلة مسجل من شهر يناير مسجل من الأول دير شهر من الأول دير شهر يناير تقريبا دابا رجعي واحد للعشر شهر دابا وهو مسجل ومقبول والفلوس كاينة في المنصة يعني هنا هي الفلوس كاينة في المنصة يعني كيشو يدخل المنصة تلقاها تشوفها كل شي ولكن باش أنها تزلي الحساب البنكي ما كدتوش لي الحساب البنكي وحاليا أنا أعرف شنا هو المشكلة الفلوس كاينة في المنصة ولكن الحساب البنكي مرفوض يعني هنا ما فيش ديك العلامة بالخضر فيها تكون في علامة بالحمر يعني الحساب البنكي مرفوض وهنايا إليك الحساب البنكي أنه مرفوض هنا كنا واحد طريقة واحدة لك تقديرها وإن شاء الله سوف يدخل لك الفلوس والثؤال واشي لقدرت الحساب البنكي جديد ما سوف نضيع في الشهورة الماضيين هنا اللي سوف نقول لك سوف تقدره هنا تبع غير واحد الشرط باش ديك الفلوس أنها تبقى لك وتجيلك الحساب البنكي جديد هو أولا خذك تكونت دي الرب أثرة هناك نظر يعني بثيفة عامة لأي واحد هنا عنده هذه المشكلة خذك أول حاجة أنك تكونت رب الأثرة ويكونت دي الاسم ديالك مكتوب ويكون الحساب البنكي بالاسم ديالك وهنا شنورثك تدير غاتمشي للبنكة وغاتفتح حساب غاتتاخد ذاك الريب اللي غادي عدوك ذاك في البنكة غاتجي غاتمشي لأقرب مكتابة أو سيبير أو شوف انت فين تقييتي المرة اللولى وغاتمشي وغاتدير تغيير الحساب البنكي ضروري تغيير الحساب البنكي غاتعطال ذاك السيد هو غيدخل للسيستام عنده وغاتدي معك الرقم المعرف ديالك والكود ديالك غاتمشي أنك وغاتدره وغادض قدير واحد تحيين كما ما تقولו�ắك غادير التحيين ديال الرقم ديال الذبنكة غايشتك Echo البنك اللولاني غاد يمثحه وغادض دخل رقم البنكي الجديد وغادثين وحد لمدة عشرة أيام ثمانية أيام 8 أيام الغ bas999 هي مزيال اللي قدرتها إن شاء الله من غدها يعني في الأخير ديالات الشراء تقدر أنها تدوز لك الفلوس ديالك إن فوق غدت بدل الحساب البنكي ديالك وإن شاء الله غدت تقبل وديك الفلوس أنها غدت يدوز لك ذلك الحساب البنكي الجديد إلا كانت بقينا في المنصة رالفلوس كاملة غدت دوز لك أنها مجموعة ولكن هنا غندير واحد الاحتمال بسيط الضروري أنك خصك تديره هو أنك خصك ضروري أن يتواصل مع الدعم للجماع المباشر وتختار حليما هذه المشكلة أنا عارف أن فلوسك غدت تدوز لك إن شاء الله متداء من 26-27-28-29-30 في هذه الخمسة يام هذه غدت تدوز لك إن شاء الله الفلوس ديالك اللي غنك وما غدت تضيع في حتى شي حاجة يعني فلوسك كاملين غدت يبقى وأنهم مجموعين في المنصة ما غدت تدل الرقم ديال الحساب البنكي ديال البنكة هنا الفلوس كاملة غدت تدوز غير كما قدت لك في الأول الفيديو أنت غدت تدل الحساب البنكي ديالك أنت ماشي ديال بنتك ولا ولدك ولا مراتك حيث هنا غيكون غير تعييرك مكنش واحد تطابق يعني يا رب الأسرة أنت والحساب البنكي ديال أفراد وواحد أفراد العائلة لا يجب أن يكون ديالك وهنا أريد أن نعرف غير واحد النقطة ديالة السيد هذا فرحة أريد أن نفهم علش أنك تعطلت تل هذه الوقيتها هذه تل شهر عشرة علش أن هذه الخطوة لا ترتهش بشهر جوش ولا شهر ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا أستة يعني هنا صراحة ما تستفتش من هذه الدفعات كاملين وأنا أعرف أنهم مازالين في المنصة مازالين مجموعين عندك في المنصة صراحة ستأخذ واحد المبلغ الذي سيكون ممزيه كما نرى هذا المبلغ سيكون مجموع لك ستأخذه إن شاء الله كامل غير هو أنا أريد أي شخص عنده مشكلة بسيطة في المنصة يحاول أنه يعالجه قبل يعني بواحد المدة وما يجعله أن يتجمعه الفلوس كثيرا في هذا الوقت هذا ومع العلم مثلا إلى هذا الفرد هذا الشخص كان عنده يعني هنا أطفال وكانوا أنهم متمدرفين تقرأوا يعني هنا غادي انتهوا من الناس غادي يدوذ لي الفلوس ديال المدراثة ديال شهر تسعود دوك اللي كنا هضرنا عليهم اللي اخدوا الدفعة الأولى والنصف الثاني اللي اخدوا الدفعة الثانية هنا يلا كانوا عنده أطفال تقرأوا ويكون أنهم دخل الرقم ديال المثار ديالهم في المنصة هنا ضروري غادي دوذولوا الفلوس وغادي يكونوا الناس في المنصة يعني صراحة هذه المنصة ذوينا وخاء أنك يعني ما كتكونش كتخري تاخد الفلوس أنهم تبقوا في المنصة ديالك يعني بالإسم ديالك ما يمكنش لهم أنهم يرجعوا ولا ياخدوا مشي واحد آخر يعني المشكلة دي حاله سهل هو أن الحساب البنقي خطوه يشبتل وخطوه يكون الشخص اللي ذا يرب أثرة ولي خطوه الناس يعود يدخل الرقم ديال الحساب دياله هو الثاني والأول أنه يطلع ماهو شكرا